اشتركوا في القناة تحاول استدامة العشرة الطلاق ليس أمرا محمودا بل هو في الشريعة ممقوط مكروه إلا إذا كان شيئا لا بد منه قضية تفريق الأسرة تفرق الأسرة والأولاد والتشتت الذي سيحصل بعض الطلاق لا شك أنه بغيض فهي تحاول لم الشمل تحاول أن تستمر مع الرجل لكنه إذا صارت المسألة على طريق مسدود ولا بد من الافتراق فعند ذلك ينظر في حال الأولاد الحضانة إذا صار افتراق الزوجين عن بعضهما الحضانة الأصل فيها للأم لأنها أصبر وأخبر وأقدر لأن أرحم وأشفق وأعلم بمصالحهم فإذا الحضانة لحفظ الصغير معما يضره وتربيته بما يصلحه والنساء أحق بحضانة الطفل من الرجال وهن الأصل في ذلك لأنهن أرفق وأهدى بتربية الصغار حتى أثبتت الدراسات الحديثة أن سماع المرأة للأصوات في الليل أقوى من الرجل وكذلك فهي أصبر على تحمل المشاق الولد هذا يحتاج إلى رعاية تنظيف إطعام غسيل محافظة على صحته ينام يعني ما في شك أن الأم أقدر على هذا فهي أحق بحضانة ولدها سواء كان ذكر أو أنثى ما لم تتزوج وتستمر الحضانة إلى أن يميز المحضون ويستغني بمعنى أن يأكل وحدة يشرب وحدة يستنجي وحدة ونحو ذلك هذا يصل إلى سن التمييز فإذا بلغ هذا الحد انتهت مدة الحضانة سواء كان ذكرا أو أنثى عند سبع تقريبا أو ثمان سنين فإذا بلغ الطفل سبع سنين إن كان ذكرا يخير بين أبوي الآن استلمته الأم أنت أحق بي ما لم تنكحي استلمته الأم طيب حضنته رعته ربته اعتنت به وصل سبع سنوات ماذا نفعل بعدها عند القاضي يؤتى بأبيه وأمه فيقال له اختر هذا بالنسبة لولد اختيار تشهي يعني على كيفه فإذا اختار أباه ذهب معه إذا اختار أم ذهب معها فيكون عندها حتى يبلغ ويصير ما شاء الله بعد ذلك أن يفعل أما الأنثى فعند العلماء أقوال في المسألة وليس في السنة شيء يفصل ولذلك قال بعض العلماء المرجع إلى القاضي هو الذي يحدد أين تكون البنت إذا بلغت سبع سنين أين تذهب طبعا بعضهم قال هي عند الأم إلى البلوغ وبعضهم قال إلى عقد النكاح بعضهم قال إلى دخولها بالزوج بعضهم قال إنها تنتقل للأب بعد السبع لأنها ستخطب منه وتكون عنده طيب الآن البيوت طبعا يعني البيت هذا قد يكون بيت صالح هذا بيت سيء هذا يعني يمكن أن يفسد فيه الولد هذا لا الولد يصلح فيه المراعاة مصلحة المحضون هي القاعدة الأساسية في الحضانة مراعاة مصلحة المحضون ولذلك القاضي ممكن يدخل وممكن يغير وممكن ينقل ومكان الحضانة البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه لأن الأب حق رؤية المحضون والإشراف على تربيته وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب فالمرأة هذه الآن ما يقول إن سفرك أصلا هي الآن أحق بالحضانة فستمكث تحضنهم في بلد الأب تمكث وإذا أراد الأبوان السفر جميعا إلى بلدة واحدة فالأم باقي على حضانتها وإذا أراد أحدهما سفرا للانتقال والإقامة في البلد فالأب أولى به من الأم يعني إذا واحد قال أنا سوف أسافر طيب إذن يكون عند أبيه سواء كان المنتقل أبا أو أما بشرط عدم الإضرار وعدم التحايل ولو كان السفر قريبا بحيث يراهم الأب ويرونه كل يوم فتكون الأم على حضانتها طبعا مثلا يراهم خميس جمعة مثلا يأخذهم الأب وقية أيام الأسبوع عنده وهكذا طيب أبو حسن تفضل يا أخي السلام عليكم عليكم سلام الله بركاته الشيخ الله يحفظك أنا سألت فضيلة تقفل السؤال الأول أيوة الشيخ الله يحفظك أنا سألت فضيلة السؤال الأول ولكن يعني لو أذنت تجيبني وأنا يعني في الخط لأنها أشكل طيب أنت يا أبو حسن كان سؤالك عن إي نعم عن إيش عن زكاة الأوراق النقدية لكن كيف أعرف يعني كيف أعرف أن أبلغ ستلات قران لو عندك مبلغ عندك الآن مبلغ مثلا كم عشرة ألاف عشرين ألف نعم مثلا عشرة ألاف عشرة ألاف زكاة 250 ريال يعني في الآن في 25 ببساطة ربع العشر لكن الطريقة الله يحفظك عشان نقيس عليها أي بم خرص هي عشرة ألاف يا أخي بلغت نصابا هي عشرة ألاف بلغت نصابا أكيد الآن هذه أكثر من قيمة نصاب الفضة أي نعم لكن باته نحتاج إلى القياس في هذا خرص ما يحتاج الآن أنت عندك عشرة ألاف قد بلغت نصابا جزاك أخبات لو كان مبلغ أقل الأقل إذا بلغ أقل من النصاب ما في زكاة يعني أقل من قيمة نصاب الفضة افرض واحد عنده مئتين ريال وهي أقل من قيمة نصاب الفضة ما فيها زكاة بس هل يوجد لها طريقة؟ هي أصلا قيمة نصاب الفضة نصاب الفضة ستمائة غرام إذا بلغ ماله قيمة النصاب تبع الفضة في زكاة أقل ما في زكاة عشرة ألاف هذه أكيد أنها بلغت طيب نعم نسأل بها أهل الفضة؟ أيوة أيوة طبعا تسأل يعني بس أنت أصلا هذه ما هو واجب أنت إذا عارف العشرة ألاف بلغت معتها تسأل أيوة لكن لما يكون عندك مال قليل طيب عند ذلك تسأل تقول لجماعة الفضة كم ريال الفضة الآن؟ أيوة طيب؟ أيوة أي نعم فعند ذلك يخبرونك فتعرف المال الذي عندك بلغ ولا لا؟ بس ما نضربها على ستمائة هي ستمائة غرام كم سعر غرام الفضة؟ تضربها لتعرف كم النصاب فإذا كان أقل ما في زكاة أكثر في زكاة؟ نعم والحاصل هو الزكاة بعد ذلك في كل ألف خمسة وعشرين